فييلر بيطالب اللاعبين بإغلاق ملف أفريقيا والتركيز في المباريات المهمة اللي هتواجه النادي الأهلي في الفترة الجاية على المستوى المحلي وده أمر طبيعي جداً للمدير الفني ومدير الكورة والجهاز الفني بشكل عام بيطالبوا اللاعبين بالتركيز إنهم يعتم نسيان تماماً ولو بشكل مؤقت صفحة البطولة الأفريقية لحين العودة لاستئناف مبارياتنا ومواجهتنا الأفريقية مرة أخرى في الأيام القادمة والتركيز على ارتباطات الفريق في المسابقات المحلية اللي الكل حريص على أن يسير النادي الأهلي فيها إن شاء الله بنفس درجة الإيجادة في الأداء والقوة والمستوى الفني والخطط الرائع اللي بيحظى برضى وإعجاب الجماهير منذ بدء الفريق انطلاقته تحت قيادة فييلر وفي كل مبارياته محلياً وأفريقياً بيؤكد فييلر للعابين أن مصابقة كاس مصر تبقى ذات طبيعة خاصة نظراً لأنها لا تقبل القسمة على اثنين وأن مبارياتها دائماً أو مواجهاتها مواجهات إقصائية لا تحتمل أي نوع من التراخي أو التخاذل وعايزة أعلى درجة من التركيز وبيطالب اللاعبين بأنهم يكونوا في التوب فورم أفضل حالاتهم فنياً وخططياً وذهنياً وتركيزهم في الملعب وبدنياً من أجل طبعاً التفوق على أي منافس وحصد لقب كاس مصر وإن شاء الله يكون الأهلي هو صاحب الفرص الأوفر في الفوز بكل المنافسات اللي بيأخذها هذا الموسم إن شاء الله عندنا حصيلة جيدة جداً من اللاعبين بعد الصفقات الجديدة وبعد التعاقد مع ريني فييلر والمستوى اللي وصله مع اللاعبين وعملية تدوير اللاعبين وأيضاً استعانى بأكتر من اللاعب مميز عشان أصبح بعد الصفقات الجديدة في وفرة من النجوم ومن اللاعبين مؤثرين في كل مركز من المراكز وده بيدي أفضلية للجهاز الفني وفرصة كمان للمرونة في الاختيار ومنورة المنافس حسب مستوى باللعابين الأنسب لكل مباراة